افتتاح رصيف 22 على جزيرة الدنوب في فيينا لو تصبح واجهة بحرية مع مساحات خضرة شايف الموضوع ده انه ده يمكن خطوة ايجابية لفيينا انه بيعملوا مساحات خضرة بيعملوا اماكن للتنزل بيعملوا اماكن للسباحة وان كان مع وجود اعداد كبيرة في فيينا ده اكيد هيفيد الناس اللي موجودة في فيينا بدل ما يمكن برضو مع الحالة الاقتصادية اللي موجودة دلوقت والظروف الاقتصادية ممكن الناس تستمتع بتكاليف بسيطة افضل من طبعا ان هو يروح مصيف في مكان تاني وتكلف تذاكر طيران وحاجة زي ده هاي فيينا هاي فيينا اللي كنا نحكي عليها ففعليا فعليا بناء منتج سياحي ما بناء صراحة يعني شيء من هذا الرصيف البحري الرصيف او الشاطئ خلينا نقول يعني اللي يمكن يقوم السباحة فيه يقوم يعني فبالتالي بصراحة ان فيينا تثبت يوم بعد يوم انه هي تعمل على استيعاب العديد من الشرائح المواطنين موجودين فيها بصراحة يعني العمل على نظام السليب الترفيه لكافة المستويات السليب الترفيه الحقيقية وبشكل مجاني وبتقدر تأخذ ولادك وتطلع لهني بس يعني اكيد حيكون فيه امور بجوز ما تكون طرقة للجميع او طروق للجميع عفوا مشاهد التعري مشاهد يعني مع الاسف هي ممكن تكون موجودة ولكن احنا ننظر للموضوع من جانب اخر انه باعتبار النمسا ليست على شاطئ بحر فيتم استغلال شاطئ الدنوب وطفاف الدنوب نهر الدنوب الجديد طبعا هذا التفريع اللي مأخوده من النهر الاساسي بالضبط التي يعني تكون التيارات فيها صراحة تكاد تكون معدومة فمن الممكن ان يقوم هذا الشاطئ يعني بتمثيل كأنه شاطئ بحري فيعوض عن شيء خاصة بهذه الايام الحر والحر صراحة الشير كتير طبعا في ينا ايضا في الايام اللي فاتت كمنا ايضا بنشر الخبر انه قامت العديد من نقاط التبريد يعني تكون احيانا بمناطق بالشارع في فيينا تلاقي رذاذ الماء فتكون بالتبريد خاصة بهذا الجو الحارق بصراحة واللي احنا فعاليا عما نفذ قراءتنا الاخبارية فيه ولكن يعني فتوقف فيينا فعاليا فعلا مميزة بهذا الشأن